موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم والبداية بالعنوين رئيس الجمهورية يهني القيادة السعودية بنجاح العملية الجراحية التي أجرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان للاطلاع على سير العمليات القتالية في جبهات مأرب والجوف موسيقى مصرع أكثر من ثلاثمائة وخمسين من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة العشرات في جبهات القتال غرب محافظة مأرب موسيقى 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 أهلا بكم إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهني أهل أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وعبر رئيس الجمهورية عن تهنيه بنجاح العملية ومتمنيا لسمو ولي العهد موفور الصحة والسعادة وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية متمنى مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف كما بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهني أهل أخيه مماثلة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حنأه بمناسبة نجاح العملية الجراحية ومتمنيا لسموه دوام الصحة والعافية بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي وتكللت بالنجاح وعبر نائب الرئيس في البرقية عن تهانيه لسمو ولي العهد بنجاح العملية سائلا الله تعالى أن يمن على سموه بتمام الصحة ودوام العافية بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك سعيد برقية إلى أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملك يا لامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها وتكللت بالنجاح وعبر رئيس الوزراء في مرقية عن تهانيه لسمو ولي العهد بنجاح العملية سائلا الله تعالى أن يمن على سموه بالصحة ودوام العافية أجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز للاطلاع على سير المعارك والعمليات القتالية ضد ميليشيات الحوثي في جبهات غرب مأرب والجوف وغيرها والمعنويات العالية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني نحو استكمال انهاء الانقلاب ودحر الميليشيات الانقلابية استمع رئيس الوزراء من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة إلى إجاز حول العمليات الميدانية في مختلف الجبهات خاصة جبهات مأرب والجوف وإفشال الهجمات الانتحارية الحوثية المتكررة بما في ذلك لجوءها إلى استهداف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة في انتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية لافتين إلى أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني يقفون حائط صد وبمعنويات عالية لإفشال المخطط الحوثية المدعوم إيرانيا حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحمل الدكتور معين عبد الملك وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان نقل تحياته وتقدير فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد العلى للقوات المسلحة والحكومة للقادة والضباط والصف ورجال القبائل الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع الملاحم البطولية مثمنان الدعم والإسناد اللوجستي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الذي يستهدف أمنى واستقرار اليمن والمنطقة وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مأرب مثلما كسرت صلف الميليشيات الحوثية العنصرية المرتهنة الإيران في 2015 وكانت نقطة الانطلاق للتحرير والنصر فإنها ستكون بوابة النصر الكبير لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب على كل شبر في اليمن لافتا إلى أن معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين والالتفاف الحكومي والشعبي لدعمها دليل على ذلك مشيرا إلى أن لجوء الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والنازحين هو تأكيد على إجرامية ودموية هذه الميليشيات وأن المعركة معها وجودية ومصيرية لاستئصال مشروعها التدميري المدعوم من إيران أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامن الجمهورية اليمنية المطلقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وتأييدها الكامل مع ما ورد في بيان وزارة الخارجية بإشارة التغرير الأمريكي الذي زود به الكونغرس والمتعلق بجريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشجي كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها عن ثقتها بنزاهة الغضاء في المملكة العربية السعودية والإجراءات والأحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة مؤكدة في هذا الصدد معارضتها الشديدة ورفضها القاضع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ورموزها واستغلالية قضاءها وشادت الوزارة بدور المملكة العربية السعودية الريادي ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وولي عهده نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وحرصهم الشديد على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وزير الدولة الإماراتية شيخ شخبوت بن نهيان آل نهيان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وأهمية تنسيق المواقف السياسية إزاء تطورات الأوضاع على الصحة اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين على متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين التي رسختها روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك واستعرض الوزير بن مبارك التطورات والتحديات السياسية والاقتصادية أمام حكومة الكفاءات السياسية مؤكدا حرص الحكومة والتزامها بتحقيق السلام والتفاعل الإيجابي مع كل الجهود الأممية التي مع الأسف تجابه بصلف ومراوغة من قبل الميليشيات الحوثية التي تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب تنفيذا للأجندة الإيرانية مشيرا إلى أن تلك الأوهام والمساعي الخائبة اصطدمت ببطولات وتضحيات جيشنا الوطني الباسل وما يسطره من بطولة وفداء في مأرب وفي كل سهول وجبال اليمن وثمن بن مبارك دور الإمارات العربية المتحدة في مساندة اليمن ودعمها للشرعية الدستورية وإنهاء الانقلاب الحوثية المدعوم إيرانيا وعودة مؤسسات الدولة وتقديمها المساعدات التنموية من جانبه أكد وزير الدولة الإماراتي حرص بلاده في تقديم أوجه الدعم السياسي والتنموي لليمن في مختلف المجالات وأهمية التنسيق المواقف السياسية بين البلدين إزاء القضايا المشتركة في المنطقة والعالم عشر بالنهيان إلى أن دولة الإمارات تدعم وتؤيد الحكومة اليمنية تأزال وضع الراهنة بالإضافة إلى تأييدها للجهود الأممية وجهود المملكة العربية السعودية للدفع بالعملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في اليمن والمنطقة حضر اللقاء سفير بلادنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس فهد المنهالي دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية وتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب الذين يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيا الحوثية الأرهابية وأوضحت الوزارة في بيان لها أن محافظة مأرب ومنذ الانقلاب الحوثي تأوي أكثر من 2 مليون نازح فروا من بطش وظلم الميليشيا الحوثية بحثا عن الأمان وأشارت الوزارة إلى أن مأرب تتعرض ومنذ مطلع فبراير الجاري لأكبر وعشرس هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيا كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية لافتة إلى أنه في ليلة واحدة فقط تعرضت المدينة لعشرة صواريخ باليستية وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها لهذا الصمت من قبل المنظمات الإنسانية الدولية أو لبياناتها التي لا تحدد أي مسؤولية وكأن الفاعل مجهول وهي تشاهد وتسمع ما يتعرض له ملايين المدنيين والنازحين من مخاطر نتيجة لتلك الهجمات الحوثية التي لم تحترم القانون الدولي الإنساني ومعبرة عن استغرابها من التدخلات الإنسانية الخجولة لهذه المنظمات في مارب والتي لم ترقى إلى مستوى أدنى الإحتياجات الإنسانية التقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بالعاصمة المؤقتة عدن قيادة كلية الأداب بجامعة عدن وناقش اللقاء أوجه التعاون والتكامل بين الوزارة والكلية وسبل تعزيزها وتطويرها وبالشكل الذي يحقق الانسجام بين مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل ويلب الاحتياجات في المجالات الإعلامية والثقافية والسياحة ونقل الوزير الإرياني تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إلى قيادة كلية الأداب ومن خلالهم إلى قيادة جامعة عدن وكوادرها وطلابها لافتان إلا أن القيادة السياسية تتولي الجامعة اهتماما وخاصا لهذا الصرح العلمي من دور في بناء العقول وتأهيل الأجيال ولقيادة المستقبل بفكر ووعي مستنير وحس وطني عال أكد الوزير على ضرورة اطلاع كليات الأداب بدورها الوطني في تخريج وارجال يحملون هم الوطن ويعون حساسية المرحلة التي تعيشها اليمن ويحملون على عاتقهم مشاعل التنوير في ظل الخطر الجاثم التي تشكل ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا التي تحاول إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتستهدف مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين وقال الوزير الإيرانيين العاصمة المؤقتة عدن بحاجة إلى أن تأخذ حقها من الاهتمام وأن تعود إلى سابق عهدها الذي عرفت به مدينة للسلام والجمال والتعايش وهذا لن يتم إلا بتكاتف وتعاون الجميع والالتفاف والالتفاف حول الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي ودعم جهود الحكومة في إعادة تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات وحجد كافة الإمكانيات والطاقات والجهود لمصلحة معركة اليمنيين جميعا والمتمثلة في إسقاط ميليشيات الحوثية الإرهابية وصولا إلى استعادة الدولة وعبر الإرياني عن تطلعه لخلق علاقة جديدة بين الوزارة وكلية الأداب كون المؤسسات والمنشآت العالمية والثقافية والسياحية بحاجة إلى كوادر ودماء جديدة مؤكدا استعداد الوزارة التعاون مع الكلية في تحسين مخرجاتها وفق شروط سوق العمل واحتياجاته من جانبه قدم عميد كلية الأداب الدكتور جمال الحسني شرحان مفصلا عن طبيعة عمل الكلية وتخصصاتها المختلفة وكذا الصعوبات التي تواجه قيادة الكلية في ظل شحة الإمكانيات معبرا عن تطلعه لنسج علاقة شراكة متينة مع الوزارة نظرا لطبيعة العلاقة التي تجمعهما حضر اللقاء وكيل الوزارة عبد الباصل القاعد ونائب عميد الكلية لدراسات العليا دكتور هيفا مكاوي ونائب العميد لشؤون الأكاديمية دكتور عبد الحكيم العراقة ونائب العميد لشؤون التطبيق العملي وخدمة المجتمع الدكتورة رضية باصمد ورئيس قسم الفنون الجميلة الدكتور عبد القادر الكلدي ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية الدكتور محمد هيثم ودكتور الفلسفة توفيق مجاهد سالم ورئيس قسم الفرنسي الأستاذ حسن بلحسام حسن سعيد ومدير عام متحف جامعة عدن ماجد عبد الرشيد محمد قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيرياني إن ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تصعيد هجماتها لانتحارية في مختلف جبهات محافظة مارب واستهداف الأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية وذلك في تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي وآخرها قرار مجلس الأمر رغم 2564 لسنة 2021 وأوضح أن ميليشيا الحوث الإنقلابية استهدفت الأحياء السكنية هو المدنيين في مدينة مارب بخمسة صواريخ باليستية إيرانية وأشار الإيرياني إلى أن تصعيد ميليشيا الحوث المتواصل وتجاهلها للقرار الدولي رغم 2564 بشأن الوقف الفوري وغير المشروط للعمليات في محافظة مارب يتزامن مع تصعيد واسع للنظام الإيراني وأذرعه من الميليشيا الطائفية في المنطقة وتنفيذها لعدد من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأضرار أو الإضرار بالأمن والسلم الأقليمي والدولي وأكد الوزير الإيرياني أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أمام اختيار حقيقي في التصدي لمسؤولياتهم القانونية ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن وتنفيذ القرارات الدولية بشأن الأزمة اليمنية ومطالبا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاصة لليمن السيد مارتين جريفت بالضغط على ميليشيا الحوث الإرهابية لوقف تصعيدها العسكري والإذعال لدعوات التهديئة والإنخراط في جهود إنهاء الحرب وأحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث حذر رئيس البرلمان العربي عدل العسوم من استمرار تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر النفطي الواقع قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة وتوقف صيانته منذ العام 2015 والذي أسفر عن تطور خطير في الناقلة التي تحمل أكثر من مليون برميل نفطي وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار من ما قد تدفع بكارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الدولي العاجل والفوري لانخاذ الوضع خصوصا بعدما رصدت الأقمار الاصطناعية صورا جديدة أكدت أن الناقلة صافر بدأت بالتحرك من مكانها ما ينذر الأمر بعواقب وخيمة تتطلب تدخلا حاسما وعاجلا قبل وقوع الكارثة ولوقف مساومة وابتزاز المليشيات الحوثية للمجتمع الدولي وعدم استجابتها للتحذيرات الدولية من العواقب الكارثية لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة وعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه بأن يبنى على قرار مجلس الأمن الذي صدر في الخامس والعشرين من فبراير الحالي وحمل مجلس الأمن فيه مليشيات الحوثي مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستحدث في حال تسرب النفط من الناقلة وتحركا جادا من شأنه وقف الكارثة البيئية التي تعد بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة شاركت بلادنا في المؤتمر الإقليمي لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمن هو الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأس وفد اليمن في المؤتمر نائب وزير شؤون المغتربين محمد العديل تنظمه المنظمة الدولية للهجرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا الإسكوا وجامعة الدول العربية بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية وفي مستهل كلمة بلادنا بالمؤتمر نقل رئيس الوفد اليمن الدكتور العدائل تحياته شكر القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية للجهات المنظمة للمؤتمر وقيادته والأعضاء المشاركين وممثل الدول مثمنا للدور الكبير لتحالف دعم الشرعية ممثلة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية ورعايتها للمغتربين اليمنيين مشيرا إلى أن هجمات ميليشي الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب شرق اليمن التي تضم أكبر تجمع للنازحين في اليمن ويبلغ عددهم بحسب تقديرات أممية أكثر من مليون نازح يمني دون الاعتبار للقانون الإنسان الدولي ما يهدد بكارثة إنسانية لا يمكن تصور فداحتها وعواقبها ويبعد فرص أي حل للصراع في اليمن وأوضح العديل أن محافظة مأرب مثلت إطيلة السنوات الماضية مثلت بيئة آمنة للنازحين اليمنيين الذين فروا من منازلهم جراء اشتداد المعارك في بعض المدن والمناطق المتاخمة للمحافظة من بطش وملاحقة هذه المليشية الإنقلابية وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية القيام بواجبهم الكامل وتحمل مسؤولياتهم بحماية النازحين والضغط لإيقاف المعارك ومشددا على ضرورة ضمان بقاء محافظة مأرب منطقة آمنة بعيدا عن أي مواجهات افتتح سافير بلادنا في القاهرة الدكتور محمد مأرب معرض الصور الخاص بالمصور اليمني علي السنيدار والذي يقيم بمجمع الهناجي بدار الأوبرا في القاهرة بعنوان روح المكان وشمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام لوحات مصورة قسدت نماذج يمنية خالصة من حياة الناس في مدينة صنعاء عاصمة الحضارة والتاريخ بالإضافة إلى بعض الصور من مزارع البوني اليمني التي قام المصور بزيارتها وحظي افتتاح المعرض بإقبال كبير من أبناء الجارية اليمنية ومن المصريين أيضا يتقدمهم نخبة كبيرة من المثقفين والفنانين والإعلاميين والنقاد وحازت الصور المعروضة على إعجاب الجميع وطاف السفير مارم ومعه مدير المركز الثقافي في القاهرة عيش العولقي فالمعرض مستمعا إلى شرح حول مكونات المعرض ومحتوياته من اللوحات والصور التي تتضمن بعض المشاهد الطبيعية ذات البعد الإنساني لمصورين يمنيين آخرين من مختلف المحافظات اليمنية بعنوان اليمن بعيوني وكذا سفير مارم عن تقديره لتنظيم المعرض ومحتوياته وما تضمنته من قصص إنسانية مصورة تعبر عن روح الإنسان اليمني وأصالته وطبيعته وضحا أن المعرض بقصصه الإنسانية الجميلة تعكس بجلاء صورة اليمن بإنسانه وشعبه أسقطت دفاعات تحالف دعم شرعية في بلادنا صاروخا باليستيان أطلقته ميليشيا الحثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة أو من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية جنوب السعودية وأكد الناطق باسم تحالف دعم شرعية في بلادنا العميد ترك المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية كما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن ترك المالكي قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشت ميدانيا خاض أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم شرعية خلال الساعات الماضية معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهات القتال المختلفة غرب محافظة مأرب وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المعارك التي خاضها الأبطال خلال الثلاثين الساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشقح أسفرت عن مصرع أكثر من ثلاثمائة عنصر من الميليشيات الحوثية وعشرات الجرحة والأسرة وضاف أن أبطال الجيش كبدوا الميليشيات خسائر أخرى فادحة في العتاد ومن ضمنها تدمير ثمانية أطقم كانت تحمل معدات وذخير فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية ستة أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيات في ذات الجبهات كما استهدف طيران التحالف تجمعات للميليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات الصرواح والمشقح والكسارة وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتل والجرحة في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها وللأسبوع الثالث على التوالي يخوض أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم شرعية معارك سنزاف واسعة ضد مرتزقة إيران في اليمن على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مأرب وسط خسائر بشرية ومادية لا تحصى في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية شنت قوات الجيش الوطني هجوما مباغتا على مواقع الميليشيا في جبهة هيلان بمحافظة مأرب وأكدت مصادر ميدانية مصر عشرين عنصرا من ميليشيا الحوثي في هجوم مباغت لقوات الجيش الوطني باتجاه مواقع الحوثية على أطراف وادي الضين الممتد بين مأرب وصنعاء وفي جنوب مأرب أكدت مصادر ميدانية تمكون قوات الجيش الوطني والقبائل من التقدم في قطاع حيد الأحمد بعد إفشال هجوم حوثي استهدف مواقعهم في منطقة رحوم القريبة من مديرية جبل مراد في جبهة الجدعان بين صنعاء ومأرب تواصلت المعارك بين الجانبين مخلفة سبعة عشر قتيلا من عناصر الميليشيا الانقلابية وفقا لمصدر ميداني مشيرا إلى أن القوات والقبائل في تقدم مستمر نحو ريف العاصمة وفي صنعاء أكدت مصادر محلية قيام الميليشيا الانقلابية بتسيير دوريات لعناصرها ونصبت نقاط للتفتيش في مداخل العاصمة لرصد عناصرهم الفارة من جبهات محافظة وعبر الهاتف مشاهدين الكرام ينضم إلينا العميد معاد زعبل من أو عماد زعبل من مأرب ليطلعنا على رئيس تحرير موقع سبتمبر نت مرحبا بك سياد العبيد بداية هل بالإمكان أن تطلعنا على آخر المستقدات القتالية في جبهات القتال في محافظة مأرب حيات الله ولن المواجهات مستمرة ومحتزمة على طول وانتداد الجبهات قرب بارب التي شهدت مقتلة للميليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية في هذه الساعات ومساعدة ومساندة كبيرة من مقاتلة التحالف العربي تم قصف وتدبير الآليات الحوثية القادمة من صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية حاولت بأكثر من 17 نفط الهجوم على مواقع الجيش سواء كانت في المشجحة والكسارة أو غرب سروح أبطال الجيش كانوا لهم بالمصاد تم أيضا القبض على عدد من هؤلاء عدد كبير من هؤلاء العناصر الحوثية التي تدفع بهم إلى هذه الجبهات في محاولة مستمرة منذ أكثر من 15 يوما لكن البطولات الجيش ومن معهم المقاومة الشعبية ومذكر طباعل مارب وغيرها من الأحرار اليمنيين ممن يتصدون لهذه الميليشيا الكهنوتية التي لا ترعوي وتحاول أيضا تستهدف المدنيين وفي استهداف مباشر مرة بعد أخرى لمخيمات النازحين في محافظة مارب نعم طيب سيد الفاضل استهداف الميليشيا بثمانية صواريخ متتالية لمحافظة مارب ما تفسيركم وما تعليقكم على هكذا تصرف طيلة الأيام الماضية لم تتوقف الميليشيا الحوثية من قص المدينة سواء بالصواريخ الباليسية أو بالطائرات المسيرة في استهداف منهج ومباشر للنازحين للنساء للأطفال لأكثر من 2 مليون ناجح هنا 90 مخيم حوالي مدينة مارب هم من يستهدفون بهذا الاستهداف المباشر في تحدي سارخ ومستمر أيضا ليس فقط لليمنيين إنما للمجتمع الدولي بشكل كامل عمار زعيل مدير موقع سبتمبر النت كنت معنا من محافظة مأرب شكرا جزيلا لك أكد مساعد المنطقة العسكرية الثالثة لشؤون التوجيه المعنوي اللواء محمد المكروب أن ميليشيات الحوثي تدفع بأنساق كبيرة إلى جبهات غربي وجنوب مأرب في محاولة منها لإحراز أي تقدم ولكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل كانوا لهم بالمرصد استمر المعارك للأسبوع الثالث على التوالي وحكومات العدو يعني المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة وبين ميليشيات الإرهاب الحوثية والتي دفعت بتعزيزات كبيرة وأعداد كبيرة جدا إلى جبهات مختلف جبهات القتال مأرب من بداية من العبدية إلى صروح إلى المشيح إلى هيلا إلى الكسارة مرورا بالمدغل والجدعان يعني دفعت بهذه التعزيزات بينما اعتمد الجيش الوطني على خطة ذكية يعني أخذت بين الاستنزافة الدباعي للعدو والهجوم النوعي مما أدى إلى حصاد هذه الأنساق في الأمس يعني كانت الهجوم مثلا في العبدية دفعت بأكثر من عشرة أنساق تم حصادهم جميعا لم ينجوا من هذه الأنساق إلا نفرين فقط وهؤلاء كانوا أسرى أحدهم جريح في صروح دفعوا بأنساق كبيرة جدا هذه الأنساق لم تعرف أن مصيرها هو الموت وجميعهم تم حصادهم وأسرى حول 87 أسير الذين أسروا في هذه الجبهة وكذلك في جبهة الكسارة هذه الجبهة التي قضعت الأنفاس وحصدت التعزيزات التي جاء بها العدو بالأمس 15 نسج نسج تلوي نسج أيضا إحراج دبابات وآليات واغتنام دبابتين وبيئ في نفس الوقت وهذه المجاميع كلها تم حصادها جميعا لذلك أقول أن هناك تغييرات حدثت الآن على أرض المعركة من هذه التغييرات أن العدو لأول مرة يستخدم هذه الأنساق نسج تلو نسج الخطة التي خطيضها لهم إيرلو في صنعاء بدأوا ينفذوها اليوم في هذه في جبهة القتال محاولة للدخول إلى أرض مارب ولكن نقول لهم هيهات بالنسبة لنا لم يخطر ببالنا مجرد خاضر أن الحوثي سيضع أرض مارب على الإطلاق بل عموننا وقلوبنا ترقب العاصمة الصنعاء بإذن الله عز وجل الأمر الثاني من هذه التغييرات التي حدثت على أرض الواقع أن الجيش الوطني هذه المعركة هي أول معركة أن أقل خسائر فيها وهي خسائر قيلة جدا الأمر الثالث وحدة الصف الجمهوري القوافل التي تأتي من الساحل ومن أبيا ومن شبوه ومن حضر موت ومن المناطق المحافظة الجنوبية والشرقية والغربية كل هذه تدل على وحدة الصف الجمهوري لمراجعة الماليشية الحوثية كذلك الاستفاف الوطني والتفاف كبائل المعربة الأبية كلهم عن بكرة أبيهم وراء الجيش الوطني وإسناد الجيش الوطني بأسلحتهم بأموالهم بأرواحهم في كل جبهة من جبهات القتال فهذه المحافظة الأبية وكل ساكنيها كلهم يعني فداعا لهذه المحافظة وفداعا للوطن بكله من المهرة إلى صعده وكذلك يعني كل هذه مؤشرات بالنسبة لخسائر العدو في هذه اليومين الماضيين خسائر لم يكن يتوكعها أبدا ولم تخطر بباله أن التعزيزات التي حشدها من مختلف المحافظات سيكون مصيرها الموت وهذه هي خلاصة المعارك اليوم السبت السابع والعشرين من شهر فبراير الفين واحد وعشرين نتكلم هنا من هذه الجبهة من جبهة الكسارة التي كسرت رؤوس الروافض وستكسر رؤوس من يأتي أو يحاول أو يفكر بغز محافظة مأرب أكد رئيس هيئة العمليات الحربية الوأدوك الناصر الديباني أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية كسروا جميع الهجمات التي شدتها ميليشي الحيث الإنقلابية المدعومة من إيران خلال العشرين يوما الماضية في مختلف جبهات المناطق العسكرية السادسة والثالثة والسابعة وأيضا في جبهات الرابعة والخامسة أن الفترة الذي بضت من مرحلة الصد والذي بلغت قرابة العشرين يوم من بدل العمال القتالية وتم كسر الحوثي في جبهات مختلفة المناطق العسكرية سواء في السادسة والثالثة والسابعة وأيضا في الرابعة والخامسة سيتحول العمل إن شاء الله إلى ما يليه بحسب المتفق عليه خطة زارة الدفاع والجيادة العجلية للقوات المسلحة لكن الذي أحببت أن أقوله عبركم لمن نحب فيداف الوطن في صنعه والمحركة الباقية ومن تركناه ومن نقاتل من أجل تحريرهم وعودة الحياة إليهم والأمن والاستقرار وعودة الشرعية وعودة الديمقراطية والأمن والسلام وعودة اللحمة اليمنية وإزالة الفوارق الذي صنعها الحوثي داخل المجتمع اليمني أن لا يدفع أبنائهم ولا ينجروا إلى المعارك الذي ظنوا أنهم قد دخلوا مارب وأنهم قد سيطروا على الجوف وأنهم ما لا ينجر هؤلاء الناس في ظل الدعاية والإكراه والإجبار الذي يمارس من قبل التبرد على هؤلاء البسطاء الطيبين نحن نقول لهم أن الحشود الذي حشدوها وسمعنا عن أرقام نحن لن نقول كما يبالغ أنهم حشدوا 25 ألف نقول أن العدد الذي حشدوه قد قتل نصفه وأسر منه أعداد كبيرة وجرح منه وتبقى باقي مجامع يعني من هذا الفلولة الهاربة الشاردة سيتم مطاردتها في الأوقات التالية وتدخل نتائج واضحة وجلية أمامكم بدءا من جبل قريضة في جبل مراد عند العبطال وانتهاء في الساحل الغربي من الجهة هذه ومن هنا من الأكشع والندر إلى حتى مواقع الطوارق وغيرها سيتم ملاحقة كل من نزل إلى رأس الحلان وإلى مفرق الجوف وإلى وإلى سيتم تطهير من تسول الله نفسه أنه سيترشق ويشم هوا مارب تجددت المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية الإرهابية بمحافظة صعدة ووفقا لمصادر ميدانية أوضحت المصادر بأن قوات الجيش تمكنت من إفشال هجوم واسع للميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها في محور كتاف شرقية المحافظة والتي تعد معقلا رئيسيا لزعيم الميليشيات الإرهابية أكدت المصادر مقتلة وإصابة عشرات العناصر الحوثية خلال المواجهات التي أسفرت أيضا عن تدمير مدفع عيار 14 وعربتين محملة بالعناصر الحوثية الإرهابية شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف وقالت مصادر عسكرية قالت إن سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة وبحسب المصادر فإن الغارات تزامنت مع أخرى استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للميليشيا في مدينة خب والشعف في المحور الشمالي للمحافظة وأدت الغارات الجوية إلى تدمير خمسة أطقم ومقتل جميع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها وتواصل مقاتلات التحالف العربي في تنفيذ ضرباتها الجوية مستهدفة مواقع وآليات حوثية في مناطق مختلفة من محافظة الجوف والتي تشهد معارك يومية ومتواصلة استشهدت مرأة بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي على شجرة في مدرية موكيراس بمحافظة البيضاء مصادر ميدانية شارت أن لغما انفجر بالمرأة أثناء رعيها للأغنام بالمديرية أضافت المصادر أنها كانت ترعى الأغنام بمنطقة ملعى بالقرب من عقبة ثرة حين بدأت بجمع الحطب وعند اقترابها من شجرة للاحتطاب انفجر اللغم الذي كان مربوطا بتلك الشجرة واشارت إلى أن أبناءها بادروا بإسعاف أمهم إلى المستشفى إلا أنها كانت قد فارقت الحياة وسبق أن انفجرت أعداد من هذه الألغام بمواطنين في مناطق مختلفة بمديرية موكيراس ذهب ضحيتها الكثير من أبناء المديرية تفاصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران استهداف الأحياء السكنية والقرى الأهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية وقذائف المدفعية في تحدي صارخ للقوانين التي تجرم الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي استهدفت منازل المواطنين في القرى الأهلة بالسكان بمديرية سرواح غرب محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية وبقذائف المدفعية متعمدة استهداف المدنيين وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم الأمر الذي يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك كما تضع المنظمات الدولية المعنية بحق الإنسان أبابا مسؤولية أخلاقية وإنسانية لتدين هذه الجرائم وتتخذ مواقف حازمة تتناسب مع شعاراتها الداعية لحماية المواطنين وممتلكاتهم والانتصار لهم بتقديم المجرمين إلى العدالة تهتم وزارة الشؤون الاجتماعية وباقي صناديقها بالجمعيات المعانية برعاية المعاقين ذهنيا وذلك من خلال البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين مستوى الرعاية للمعاقين وتقديم أوجه الدعم لهم مزيد من التفاصيل مع هذا التقرير والزميل لبيب محمد علي تعمل العديد من المنطمات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية في بلادنا على دعم المعاقين بمختلف إعاقاتهم الدهنية والجسدية من خلال توقيه برامجهم التعليمية وتنفيذ خطط تهدف إلى تنشيط مدارك أولئك المعاقين محاولة بذلك تطوير المعاق ودمجه في المجتمع ندعم مثل هذه المبادرات الإنسانية ونبحث دائما عن كيفية أن ندعمها ماديا ومعنويا أشجع كل الرجال الأعمال ودعوهم إلى دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية حاولنا من خلال لقاءتنا في مؤسسات كثيرة جدا أن نبحث عن دعم وحصلنا على الكثير من الدعم لكن هذا الدعم لا يكفي في هذه المرحلة وبحاجة إلى مزيد من الدعم أدعو حتى الوزارات المعنية بأن تقوم بزيارة هذه الفئة وهذه الشريحة هذه الشريحة بحاجة لنا جميعا شهدنا اليوم إبداعاتهم لديهم إبداعات كثيرة جدا فإذا ما توفرت الإمكانيات بالطبع ستكون أوضاع مختلفة سواء الأوضاع الصحية أو الإبداعية المعرض الذي أقيم برعاية المدير الشؤون الإجتماعية ومحافظ عدن وافتتحه وكيل ودارة الإعلام صالح الحميدي ومعه المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد قيد الشعري ووكيل محافظة عدن لقطاع الشباب عبد الرؤوف السقاف وعمداء كليتي طب الأسنان الدكتور محمد السقاف واللغات والترجمة البروفوسور جمال القعدني ومدير مكتب وزير الشؤون الإجتماعية صالح محمود إنما يأتي كتتويج لكل الأعمال التي قامت بها الجمعية التي يجيرها مختصون في مجال التعامل مع عدو الإحتياجات الخاصة وكاستعراض لإمكانية المعاقين المنتسبين لهذه الجمعية التي تواجه العديد من التحديات بتوجيهة المعاقين الوزير الشؤون الإجتماعية والعمل تم اعتمار ميزاني التشغيل للجمعية من واقع مليون ريال ربعياً بتداء من يناير السندوق سوف يولي اهتمام خاص لهذه الشريحة عندما يحتاجها للأخص في دعمهم وتمويلهم بجميع المجالات سوف يقدم لهم الرسوم الدراسية والوسائل التعليمية وأيضاً المستلزمات العلاقية والطبية وتدخل للجرح المبكر والإجراء العمليات المباشرة في الداحل أو الخارج وإجراء لهم تأهيل وتدريب وإدماجهم بعقل التنمين المستدامة في البلاد وإلحاقهم بسوق العمل واعتمادهم على الذات برغم التكالي على الغير إن الشاركة للتخلقها الجهة الحكومية مع الجهة المعنية برعاية هذه الشريحة ستكون المؤسسة لمستقبل يحقق طموحات دول احتياجات الخاصة من خلال توفير كل الدعم والرعاية اللازمين لهم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم الإخوة الوزراء المسؤولين إذا أردتم التوفيق في مهامكم وعمالكم توجهوا إلى هذه الفئات الفقيرة الضعيفة المحتاجة إلى دعمكم الدعاء منها ليس بينه وبين الله حقاب كلية طب الأسنان ونقابة طب الأسنان تعمل اليوم على إنشاء عيادة أسنان خاصة بهذا الموقع ونجهز العيادة بإذن الله قريبا نحن هو نقابة طب الأسنان ونعمل قدول للمناوبة هنا من كلية طب الأسنان بحيث يوم يوم لا يكون طبيب أسنان متواجد في هذه العيادة لعلاج هؤلاء الأطفال شيء آخر طلبنا من إدارة هذه المدرسة أن يعطوا بعض الدروس الخاصة لأطباء الأسنان في كيفية التعامل مع هؤلاء المرضى وخصوصيتهم من الاختبار الصعب الذي يوضع فيه أهالي أولئك المعاقن بهنيا أو حركيا والذين يمثلون في حياة أهاليهم نورا في سماء حالكة تجدهم هم الابتسامة وهم السعادة وهم مفتاح الرزق لأولئك البسطة من الناس السلطة المحلية بدورها كان لها دورا كبيرا في هذا الاتقاه من خلال الاطلاع على أوضاعهم والبحث عن الحلول الناجعة التي تضمن دائما متوى استقرار هذا المركز وتساعده على مواقهة التحديات اليوم هنا نشاركهم حفل التام لأعمال الرياضية لهؤلاء الفئة الشريحة التي يجب أن يهتم فيها جميع الفئات المجتمع نحاول أن نساعدهم ونساهم في تدليل الصعاب بشكل أو بآخر سيكون لنا مساهمة بشكل أكبر من خلال جهود المحافظة بكيادة الأستاذ أحمد حامد الأملاس بإذن الله اليوم نأتي اليوم نيابة عن المحافظة لكي ننقل الصورة التي رأيناها من أعمال إبداعية وننقل أيضا تحديات التي إلقاها هذا المركز وسنكون بإذن الله سندا وعونا لهذه الجهة بإذن الله وتسعى جمعية الحياة للتدخل المبكر لدوي الاحتياجات الخاصة إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تقف في مقدمتها تنفيذ مشاريع تضمن إغاثة وكفالة وعلاجة وتعليم المعاقين بالإضافة إلى إقامة الدورات للكادر العامل فيها لتطوير قدراتهم والتي ستنعكس إيجابا على المعاقين وكذا دعم الدراسات والأبحاث المتخصصة في هذا المجال لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية على عاصمة المؤقتة عدن الآن مشاهدين الكرام إلى حالة الطاغس ودرجات الحرارة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة